القصة الخاصة باليونة الأول القصة هي الزبون المحظوظ أيضاً رح ناخد القصة بشكل كامل رح نترجمها وبعد ذلك رح ناخد الأسئلة الخاصة بهذه القصة حتى يكون عندك معرفة كاملة بالقصة الموجودة هذا السؤال يأتي في السؤال الرابع أسئلة القصة رح نبدأ بترجمة القصة بشكل كامل القصة هي بأنوان الزبون المحظوظ Lucky محظوظ Customer Zabon 50 يعني الزبون رقم 50 المحظوظ كريم walked quickly مشى quickly بسرعة passed عابراً the department store قصة المخزن أو المكتبة store يعني مكتبة لبيع الكتب and هرد وأسرع two words باتجاه the bookshop محل الكتب as he got closer حتى got closer أصبح قريباً أو اقترباً أكثر he saw he saw so there was long queue هناك كان was a long long طويل Q طابور forming متشكلاً outside خارج أو باتجاه الخارج the door خارج الباب to the shop إلى المحل and this heart sank وقلبه غريقاً he had been saving هو كان saving يدخر saving up for month لأشهر كان يدخر لأشهر and wanted وأراد to be the first one أراد أن يكون أن يكون the first one الأول to buy ليشتري the new book الكتاب الجديد buy his favorite poet لشاعره المفضل بمعنى أنه كان هناك شاعر عارض كتاب للبيع لكن هذا الكتاب معروض للزبون الأول الذي يصل ويشتري هذا الكتاب هو سيكون من نصيبه هذا الكتاب فكريم كان مسرعاً وكان يدخر لمدة أشهر حتى يكون الشخص الأول الذي يشتري الكتاب الجديد لهذا الشاعر لأنه كان يحب هذا الشاعر ويقرأ أعمال هذا الشاعر الآن هو سوف أو عليه to wait أن ينتظر أن ينتظر in line في خط أو في الطاب as he stood waiting حيث وقف منتظرا the hard working school boy school boy يعني الولد المدرسي hard working يعني المجتهد المجتهد hard working بمعنى العمل بجد لكن hard working school boy بمعنى الولد المدرسي أو طالب المدرسة المجتهد pulled the advert يسحب pulled سحب the advert الإعلان for the new book للكتاب الجديد out of his pocket خارج his pocket جيبه يعني هذا الولد كان في جيبه الإعلان الخاص بهذا الكتاب فسحب هذا الإعلان من جيبه وبدأ ينظر إلى هذا الإعلان كريم هادريد كان قد قرأ قد قرأ all كل of النواب's poems قصائد النواب هو اسم الشاعر النواب poems القصائد at least على الأقل twice مرتان and found them ووجدهم found them very interesting يعني ممتعين جدا the quiet boy الولد الهادئ spent قضى most معظم most of يعني معظم of his free time reading free time بمعنى قضى معظم وقت فراغه reading يقرأ or writing ويكتب أو يكتب أو يكتب his own poems قصائده الخاصة and his parents ووالداه friends أصدقائه and teachers والمعلمين أو المدرسين all said كلهم قالوا he was very imaginative هو كان very imaginative يعني واسع الخيال imaginative متخيل أو خيالي خيالي جدا it was كريم's dream إنه كان كريم's dream بحلم حلم يعني كريم أو طموح كريم to be famous poet أن يكون شاعر مشهور himself نفسه one day يوما ما يوما ما يعني one day بمعنى يوما ما finally وأخيرا the shop door باب المحل opened فتحة and the owner والمالك أو صاحب المحل welcome رحب أو بدأ باستقبال the queue الطابور of customers للزبائن طابور الزبائن in حتى يعني بدأ يرحب بهم أن يدخلوا إلى المحل وين كريم got the door عندما كريم got وصل the door الباب the shop owner suddenly rang a bell the shop owner مالك المحل suddenly فجأة rang قرأ a bell جرس and everyone وكل شخص started clapping بدأ التصفيق and cheering والتصفير يعني لمجرد أن وصل كريم الباب المحل بدأ الطابور يمشي وكريم وصل إلى باب المحل مالك المحل قرأ جرس مباشرة وكل شخص موجود داخل المكتبة بدأ يصفق ويصفر فكريم كان مستغرب كريم كان مستغرب مستغرب أو مدهوش جدا ولم نو يعلم ما الذي أو ما كان يحدث بعد قليل أو مده قليل المالك المحل مالك اونر مالك والشوب المحل رأى كريم يعني ارتباء كريم أو رأى أن كريم مرتبك ووضح له أو شرح له كيف شرح له هذا السبب أنه بدأ الناس يصفقون وهو قرأ جرس أنت الزبون الخمسين عند أو خلال الباب اليوم هذا اليوم أيها الشاب هناك هدية كبيرة فور كاستمر للزبون نمبر ففتي رقم خمسين احنا ذكرنا عنوان الموضوع كان ذا لكي كاستمر ففتي يعني زبون محظوظ رقم خمسين كريم كان مسرع حتى يكون الأول لكن لحظه هو كان الخمسين وليس الأول وأيضا كان هناك مفاجأة للشخص رقم خمسين والمفاجأة كانت من نصب كريم أنت سوف تحصل على مقابلة أو سوف تقابل النواب الشاعر يعني النواب هل لك أي مجال أو هل أنت جيد أو لك أي قدرة بكتابة القصائد طبعا ما ممكن الترجمة بشكل حرفي لكن احنا نريد الترجمة بشكل حرفي حتى تتعلم معاني الكلمات لأن معاني الكلمات رح تحتاجها يعني مثل هذه الجملة Are you any good at writing poems معناها هل لديك أي معرفة أو موهبة بكتابة القصائد لكن لما انت ترجمها بشكل حرفي أني يعني أي وقود جيد أن تحفظ الكلمات بشكل حرفي حتى تقدر تجاوب في الانتحان نهائي وما تخطأ بشيء الآن كريم يجاوب هو مالك المحل سأل كريم هل أنت جيد أو لك قدرة على كتابة القصائد الآن كريم يجاوب نعم كتب أو دفاتر للكتابة مليئة مليئة بالقصائد أو الأشعر كريم يعني كريم أجابة لدي دفاتر ملاحظات مليئة بالقصائد حيث أنه حيث أنه فهم ما كان يحبث فهم الذي كان يحبث صبره صبره صبر يعني صبر يعني صبره كان مقدرا يعني قد قدروا له هذا الصبر كان شيء جيد آفتر بعد آل ذات كل ذلك هي وزنت فرست هو لم يكن هي وزنت فرست الأول تباي لشراء أو ليشتري دليتست الأخير أو التالي التالي بوك الكتاب يعني جهده كان مقدرا أنه لم يكن الأول في شراء الكتاب لكن قدر هذا الجهد وحصل على مكافأة أو منحة أن يقابل النواب شاعره المفضل الآن هذا كان فيما يخص القطعة من ناحية ترجمة القطعة الآن رح ننتقل إلى الأسئلة الوزارية الخاصة بهذه القطعة السؤال الأول صف أو أوصف شخصية كريم نحن ذكرنا كريم كان مجتهد وولد هادئ ما اسم الكتاب كريم أراد شراءه من كان الشاعر الكتاب اسمه أو يدعى جزيرة سلت الملح الشاعر كان النواب أو النواب طبعا لقب الشاعر يعني لقب هذا الشاعر هو النواب ماذا تعتقد؟ ماذا تعتقد؟ مجموعة الشعرية مجموعة الأشعار جزيرة الملح تدور حوله عن هذا إنها حوله الناس الفقراء الذين يعيشون على بيع سلت الملح لماذا كريم كان يدخر لأشهر حتى يكون بي يكون الشخص الأول الشخص الأول لقبط للشراء أو ليشتري الكتاب الجديد لنواب هم لكم عدد؟ كم 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 عدد؟ نحن ذكرنا هو قرأ قصائد النواب على الأقل على الأقل مرتان كم عدد؟ كم عدد؟ كم عدد؟ ممتعين جدا السؤال السادس كم عدد كريم's parents؟ لماذا؟ كريم's parents والده كريم أصدقائه ومعلميه أو مدرسيه قالوا أنه كان واسع الخيال لماذا قالوا عنه أنه واسع الخيال؟ لأنه لأنه قضى وقت فراغه معظم وقت فراغه بقراءة أو كتابة قصائده الخاصة يعني المعلمين ووالديه وأصدقائه قالوا عنه أنه واسع الخيال لأنه كان يقضي وقته أو وقت فراغه بقراءة أو كتابة قصائده الخاصة كريم ما كان أو ما الذي كان حلم كريم يحلم أن يكون شاعر مشهور لماذا كان كريم جدا مندهش أو متفاجئ عندما كل واحد بدأ التصفيق والتصفير لأنه لأنه لم لم يعلم ما الذي كان يحدث الآن السؤال التاسع ما كانت أو ما الذي كان هدية كريم الكبيرة كانت سوف يقابل يقابل النواب كريم الأول هل كان هل كان كريم الأول لقراءة الأول لشراء الكتاب التالي أو الكتاب الأخير لا لم يكن هو كان الزبون رقم خمسين ماذا كان هناك أو ماذا كان ينتظر الزبون رقم خمسين كذلك نفس الكلام كان يوجد يعني هدية كبيرة أو منحة كبيرة هذا كان فيما يخص الأسئلة الخاصة بقصة مع الترجمة حاول أن يكون عندك معرفة كاملة بهذا الترجمة وبالمفردات الموجودة لأنه مهمة جدا ورح تحتاجها في أسئلة القواعد تحتاجها في أسئلة القطع الخارجية وكذلك في أسئلة القطع في السؤال الأول الفراء بي أو الفراء سي حاول أنك أثناء الشرح أنك تكون الملزمة بإيدك وتقرأ مع الملزمة وتكتب الملاحظات والترجمة بشكل كامل على الملزمة بإيدك حتى يكون عندك معرفة وتتبكى من المادة بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر